ومع انتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة بسحب تركيا لقواتها من شمالي البلاد يتعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ضغوط كبيرة من قبل التحالف الوطني تدفعه إلى التصعيد ضد تركيا فيما يحاول العبادي تسوية الأمر دبلوماسيا وامتصاص غضب التحالف تفاصيل أكثر في التقرير الآتي على الرغم من تخويل التحالف الوطني رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ الإجراءات الضرورية إزاء التحرك التركي شمال العراق فإن العبادي وحسب مصادر مقربة من مكتبه يسعى إلى البقاء في منطقة رمادية بين طموحات بعض قيادات التحالف ذوي التطلعات الإيرانية ومتطلبات التحالف الدولي وبلدان الخليج وتركيا مصادر مقربة من التحالف الوطني أكدت أن قيادات من التحالف وأبرزهم نور المالك وهادي العامري وقيس الخزعلي وموفق الربيعي طالبوا العبادي خلال الاجتماع بتدخل روسي مباشر على غرار ما يحدث في سوريا ردا على التحرك العسكري التركي إلا أن العبادي رفض ذلك مؤكدا أن التدخل الروسي المباشر سيعقد الأمور ووفقا لتلك التجاذبات صرح قيادي في كتلة الأحرار أن قيادات من التحالف الوطني اتهمت العبادي باللف والدوران وعدم الصراحة مؤكدا أن العبادي بموقف لا يحسد عليه فيما رجح استقالته أو قد يقال بسبب مواقفه تلك وبحسب مراقبين فإن إيران هي العنوان الأبرز للانقسام العراقي حول التحرك التركي وقد بدى ذلك واضحا من خلال تناغم مواقف التصعيد بين القوى المتماهية مع الرغبة الإيرانية سواء الكتل المؤثرة في التحالف الوطني أو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ويرى محللون أن هذه القوى تنطلق من مبدأ الحرص على السيادة العراقية ولكنها تناست أو تغافلت عن وجود وحدات الحرس الثوري والفرق الأمريكية الخاصة وحزب العمال الكردستاني في أنحاء متفرقة من العراق ومع تخويل التحالف الوطني للعبادي باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال لم تسحب تركيا قواتها من شمال العراق قبل انتهاء مهلة الثمانية والأربعين ساعة ومع تصريح نعمان قرطول مشنائب رئيس الوزراء التركي بعدم سحب القوات التركية ينتظر المتابعون بشغف ما ستشهده الساعات القادمة ترجمة نانسي قنقر